وبذكر الحبايب الغاليين اللي فارقونا والناس اللي هم جزء من مصر قوة مصر النعمة تاريخ مصر الحديث تقدر تصنفهم كجزء من الشخصية المصرية احنا بنرتاح لما نبقى مثلا في غربة بنرتاح نشوف محق مصري لاننا بنعرف نقول افهات على راحتنا نعرف نقول اجزاء من افلام مثلا على راحتنا خليني كمان اقول لكم انه من واحدة من الشخصيات اللي عمرها مغابت هو الفنان الكبير الراحل نجيب الرحاني خبر حلو وتنقلته وسائل الاعلام الفترة اللي فاتت لكن بكرة هيتم عرض المسلسل الجديد الشركة المتحدة هتبدأ عرض المسلسل الجديد الضحك الباكي الضحك الباكي اول مسلسل يتناول سيرة الفنان الكبير نجيب الرحاني والمسلسل ده منتظر لأسباب كتير من ضمنها او من اولها حبنا الشديد لهذا الفنان لكن كمان يقين ان الموهبة اللي قايمة بالدور عمر عبد الجليل اللي بيلعب دور نجيب الرحاني واحد من المواهب الفنية الرائعة ونحن منتظرين اننا نشوف الجانب الانساني في شخصية ثرية جدا جدا نجيب الرحاني اللي بالمناسبة انا اتصدمت لما قرأت الرقم النهاردة فات 73 سنة على رحيله يعني فيه اجيال اللي عاشت وتولدت ورحلت وهي ونجيب الرحاني جزء من تاريخهم وما نعرفش ان هو بعيد كده هو بنسمال لنا قريب جدا نجيب الرحاني اللي بيقرأ عنه ويعرفه هو مدرسة خاصة الخلطة والخليط الثقافي المخزون الثقافي بتاع نجيب الرحاني ما كانش قليل كان متعدد الثقافات من والده من تربيته وولدته في مصر من ثقافته المدرسة الفرنسية اللي تلقى فيها تعليمه علاقته بمديع خيري وترجمة مصرحيات فرنسية لتأسيس المصرح المصري اللي يقرأ عن نجيب الرحاني يعرف ان هو صاحب المقولة اللي قال انه احنا عايزين مصرح يشبه مصر مش مصرح مترجم تلوقت ده كان مصرح بالاكتر مصرح مترجم فقال عايزين مصرح رحته وطعمية وملوخية مش رحته وبوفتيك ومطاطس مسلوقها مصرح يشبه الناس وبالتالي هو عايش حياته كلها يعمل كده يقدم مصرح يشبه الناس وفن يشبه الناس